اهلا بكم مرة تانية اهلا بكم يا حبيبت منوراني بسي يا جميل دكتورانيا عايزين النهاردة نتكلم عن علاج التهاب الاوعية المفاوية عايزين في الاول كده نعرف المشاهد ايه التهاب اوعية المفاوية ايه هو التهاب المفاوي طيب اولا بس هقول التعريف العلمي بس هيشرح للناس عشان ما يطوغوش مننا من الاسم الكبير ده حال يعني التهاب اوعية المفاوية او تورم المفاوي من الاسم ان الادراع وارب حجمه كبير وارب او الرجل او الصقب متورمة فيها تورم وحجمها زيادة يبقى احنا ده معنا كلمة التهاب اوعية المفاوية او تورم المفاوي ده بيبقى عبارة عن التهاب في القنوات المفاوية اللي هي جزء من الجهاز المفاوي بسبب جرح او التهاب بكتيري او فيروسي يؤدي الى التهاب الاوعية المفاوية تسبب التورم اه كبر حجم الدراع او كبر حجم الاسم طيب اه يعني بيبقى فيه او الادم ساعات بتبدأ من الادم بس وبعد كده تطلع فوق لحد يعني تاخد لحد تحت الركبة وساعات تكمل لحد فوق خالص طيب معلش انا هقولك حاجة كده بسيطة فيه ناس دايما ديجيلها احنا كشعب مصري بنحب نشخص لنفسنا كل حاج من استاكد باعي دكتور اطفال فبقول له الام هي اللي بتشخص لنبنا فيه ناس بيقولوا ايه لو لو رجله برم ق graduates have a Private لا احنا لازم نتأكيد فيه التهاب في الاوعية الانفوائية يعني احنا مثلا كان من فترة جت لنا حالة من السودان الستة فضلت تهمل الموضوع لحد ما وصلت ان رجليها احنا وصلنا من بعد الكورس الاوليني قال لنا من الرجل الواحدة 40 سنتي متخيلة 40 سنتي يعني رجليها منفوخة قد ايه اللي احنا بنقول عليها قدم الفيل ولا ده حاجة تانية زي ده تورم الانفاوي اه طب اسباب التهاب الاوعية الانفوائية ايه بسي من طبعا من اشهر الاسباب طبعا السرطانات واورام السادي عشان كده لما اخصونا ما بيستقصروا السادي واستقصروا الغداد الانفوائية فممكن اليد تورم قوي لو حتعردت لأي خدش او سخونية او اي حاجة فدائما بنحذر الناس اللي عامين استقصار اورام السادي او اورام بروستاتا اورام الرئة اورام المعدة يخلي بالهم انه ممكن يبقى عرضة اكتر للالتهاب الانفاوي طبعا التهاب البكتيري او الفيروسي ممكن جرح في الرجل يؤدي الى التهاب الانفاوي حتى بعد الجرح ما يخاف ولا في اسناء وجود الجرح وجود الجرح وما تعليقش كويس فيعمل التهاب بكتيري البكتيرية تدخل جوه او الفيروس يدخل جوه اللي هي القنوات الانفوائية اللي قلنا عليها ويعمل التهاب الانفاوي والالتهاب اللانفاوي او التهاب في الاوعية اللانفوية يعمل تورم لانفاوي الناس اللي بيتعطوا ستيرويدز او بمعنى ستيرويدز اللي هو الكورتزون تسير او الناس اللي بيتعالجوا مثلا فترة التهاب مزمن لأي سبب من اي حاجة واخدوا كورتزون فترة طويلة بيبقى عرضة للتورم الانفاوي عندك الناس اللي بيبقى عندهم السكر اصلا الاوعية الدموية بتاعتهم كلها ضعيفة فبالمرة الاوعية الانفاوية ممكن يحصل عليها التهاب هي كماني فيحصل تورم في رجليهم وخصوصا بقى ان احنا بنخاف منهم قوي لانه التورم الانفاوي مع وجود التهاب اعصاب ترفية ممكن يقلب بقدم سكري فيدخله في قصة كبيرة مشكلة كبيرة ودوامة كبيرة هل مرضى القلب برضو معرضين للتهاب الاوعية الانفاوية ولا دول بعيد بسي هو اي حد يعني معرض مجرد زي ما بقلت لك هو التهاب فيروسي او بكسيري بيبدأ اصلا مجرد اي حد معرض ان هو يحصله لو ما خدش باله من الاساس من الاتهاب الاوعية الانفاوية دي طيب عايزين نتكلم بقى باستفادة عن الاعراض بتاعة التهاب الاوعية الانفاوية بس دي طبعا اول حاجة احب اقولها للناس زي ما قطيك على حالة السجام ده من الحالات برضو التعاونة فيها مع احد طباق الاوعية الدموية كان حالة بنوطة صغيرة البنت دي عندها تورم بس الحمد لله ما ما اكتشفتها في وقت يعني قليل كان لسه بنتكلم في اربعة سنتي او خمسة سنتي ارتفاع في مستوى الادم ده كان ده التهاب بكسي او التهاب فيروسي بيبدأ يعني الحاجة الملاحظة قوي ان يحصل تورم دي اول حاجة تاني حاجة تورم هيؤدي ايه عشان ما ننساش تقل في الدراع او في السوق او في الادم او او مثلا لو المكان ده تحت الرجبة ده كله هيبدأ يبقى فيه تقل مع الحركة الم الم في العضلات طبيعا يبقى فيه الم ليه لان انتي زي ما كنا انا حطى تقل على يدك او تقل على رجلك فطبيعي بعدها يبقى فيه الم ممكن طبعا نتيجة لوجود التهاب يحس بسخنية في المكان خصوصا في مكان العقد اللينفوية يعني مثلا في الرجل يحسها عند منطقة الفخد من فوق موجود خطوط حمرة في منطقة الدراع عند الابط اللي هي عند قريبة من الاماكن العقد اللينفوية او 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 فممكن يلاقي يلاحظ وجود ده ممكن برضه يعرفه انه فيه التهاب في العقد اللينفوية ممكن يحس كمان بسخونة سواء السخونة ارتفاع في درجة حرارة الجسم كله او سخونة في المكان المنتهج في المنطقة المصابة او المنطقة اللي فيها القصوبة ممكن يحس ديها في السخونة طبعا 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 لو في الرجل تقل في الحركة فزيع لو في الدراع هيبقى تقل في حركة الدراع نفسه فممكن تعملك اعاقة في الحركة طيب حضرتك من شوية قلتلي ان كان فيه طفلة تقريبا حصل عندها المشكلة دي يعني احنا كده بنقول ان التهاب الانفاوي مش مقتصر على سن معين او لان احنا في الاول قلنا ممكن يجي لبعض الناس اللي هم عندهم سرطان السادي وتم استقصال السادي بالغدد الانفوية فده بيحصل عندهم كده فاحنا ممكن مخينة طبيعي بيروح ان لا ده في السن الكبير لا لا مش شرط في السن الكبير خالص ده في السن الصغير وفي يعني انا شفت اعمار مختلفة يعني شفت انا تانيا شفت في كل الاعمار شفت البنت دي كان حوالي ستة عشر سنة ولا خمستاشر سنة شفت في يعني في اعمار مختلفة يعني ناس مش مقتصر على على عمر ومعين نشكلة انه ده كمان بيدخلك في مشاكل تانية زي ان مثلا وزن الجسم يزيد من انقلة الحركة تفهميني اه برضو مش بس الناس اللي عندهم ورم الناس اللي اتعالجوا بالاشعاع من اي نوع ورم اخر العلاج الاشعاعي على فكرة من الحاجات اللي ممكن تؤدي في حاجة عندنا في في الطب اسمها rapparamalignant syndrom thrive يعني جمد مواقق ليها او ههه مش معاها مش معاها خطوة خطوة فجمب الماليجنت الي هو الاورام الخبيسة دي تلاقي من الحاجات اللي مشهورة يحصل فيها التهاب التهاب في الاوعية اللي المفاوهي بتيجي مع الماليجنانسي اكتر او العلاج بالكيمو او الريديو سيرابي. او الاشعاي يعني. اه لما بيحصل العلاج بالكيمو بالكيمو الفيرابي او الكيميائي او الاشعاي. اه. في الحالة دي بتتأثر بودة دي الانفوية. والساعات تعرفها من كتر التوارم كمان بيبقى فيه تشققات في الجلد. الجلد تحسي ان هو حصل عليه ستريتش جامد. والجلد بتاعه وتحسي ان هو كأنه هيتفتح او بدأ فعلا يتشقق. من كتر ما هو تم تم التمدد بتاعه. من كتر التمدد ساعات كمان ده بيقضي المشكلة كبيرة بقى جدا انه يحصل تقرحات التقرحات تعملك بقرة صددية. الموضوع ساعات بيكبر جامد. انا بقى لسه كنت عايزة اسأل حضرتك لو المريض اهمل العلاج بتاع الغدد تورم الغدد الانفوية او تورم الانفاوي ايه المضعفات اللي ممكن تحصل? طيب المضعفات بقى اللي ممكن تحصل طبعا اذا اهمل العلاج او الحاجات انه يحصل حاجة اسمعها التهاب خلوي. الخلاية نفسها جوه تلتهب. يحصل التهاب خلوي. الالتهاب الخلوي ده بقى هيدخلنا في قصة سخونية ويعني الموضوع بقى هيبقى هيبقى مش بس في المنطقة المصابة هيأثر على على السحة العامة. ممكن يعمل طبعا اعاقة في الحركة لان انت كل ما انت سايبر موضوع موضوع ايه عمال التورم بيزيد لان انت ما بتعمليش تصريف السائل الانفاوي ده. فالموضوع التورم عمال بيزيد. فكتر التورم ما بيزيد ممكن يعمل على الجلد. استريتش الجلد ده يعمل فتحات. الفتحات دي تبدأ مصدر تاني للعدوى والبكتريا والبكتريا فيبدأ ندخل في قرح او تقيحات او اماكن ايه خراج يعني يحصل خراج او اماكن يحصل فيها بقر صديدية. اذا اهملنا العلاج ممكن بعد الشهر ده يدخط على الاوعية الدموية نفسها فممكن يدخلنا بعد الشهر في غرغرينة وممكن بعد الشهر حاجة زي دي توصل لبتر على فكرة اذا اهملنا اذا اهملنا العلاج. فاهمل العلاج هيدخلنا ممكن يوصل. متاهة كبيرة احنا دخلنا في كذا نقطة وفي كذا مشكلة ممكن مشكلة كبيرة طبعا. طبعا واسواقهم بقى اسواق الاعراض دي انه يحصل تلوث في الدم ان البكتريا دي تتنقل من المكان المصاب توصل للدم. فدخلنا بقى دخل في رعاية ورعاية مركزة في تسامن في الدم. بكتريا دخلت الدم. ده احنا كده هندخل بقى في قصص تانية. اه اه اه. قصة كبيرة. اه 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 اهمال علاجه يوزينه في مشاكل احنا مش متخيلين. هي ممكن تبقى كبيرة قد ايه. الناس بتستثل انه رجليها ورمى او ايديها ورمى بس ده ممكن يدخل في مشاكل كبيرة جدا. طيب دكتور كلميني بقى عن طرق التقييم. اه بنقيمه زي. طبعا بصي طرق التقييم اول حاجة طبعا هو من الكلانيكال بيكتشر بتاعته اللي هو جاي بيها التورم الموجود. تمام? تاني حاجة بنقيس عندنا جهاز بنقيس الاوعية الدموية حصل فيها قصور نسيجة للضغط بتاعت السائل اللي مفاوي ده عليها. ولا اه اه صوت النبض بتاع الاوعية الدموية بتاعته كويس والدورة الدموية قويسة ولا حصل فيها نسبة قصور عشان نلحق اه اه نعالج المشكلة. اه 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 تالت حاجة بناخد المقاس بتاع الساق او الدراع اه اه وانقرنه بالنحية التانية لو الناحيتين اه بناخد برضو المقاس عشان نعرف احنا نزلنا تام سونسيميتر. اه. عشان متابعة النجاح او. عشان نعرف احنا ماشيين العلاج بتاعنا جايب نتيجة ولا لا? اه بالزبط كده او التطور بتاع الحالة. اه. طيب اه اه احداث طرق متوصل اه توصلنا ليها او احداث طرق العلاج في الفترة الحالية ايه? طيب بوسي عايز الكلام بس انه ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن تجمع للسائل الليمفاوي. اه. في الرجل او في الدراع. تمام? يبقى انا شغلي عايز اعمل ايه? عايز اصرف السائل الليمفاوي. بعد ما اخدنا المضاد الحي والحاجات دي خلاص والدنيا تمام. فانا عايز اعمل ايه? عايز اصرف السائل الليمفاوي. اصرفه ازاي? دي بقى طريقة العلاج كلها مبنية على كده. اول حاجة بنعمل عندنا جهاز حديث بيعمل نوع من انواع الضغط المتقطع. اه. علشان يجمع السائل الليمفاوي ده ويصرفه عن طريق العقد الليمفاوية او الغدد الليمفاوية اللي هي موجودة في منطقة الفخد من فوق او في منطقة القبط في الدراع لو احنا بنتكلم عن الدريان. اه. تانية حاجة عندنا جهاز اه بيعمل اه زي تحريك للسائل لتردد معين و اه وشد الطيار معينة اه بيعمل تحريك السائل الليمفاوي ده بيصرفه الاعلى. نقدر نقول جهاز زي جهاز مثلا يعني او 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 الجهاز اللي هو. زي الحاجات اللي ليها اه اه هاي فريكوانسي. اه تردد عالي. اه نوع من انواع بس ليه هاي فريكوانسي فيبريشن. اه. خلاص. اه اه ده بيعمل ايه بيعمل على تصريف السائل الانفاوي بنفضل شغالين فيه على فكرة الجلسة طويلة جدا حوالي ساعة. بنفضل يعني ده غير ده غير اللي هو الجهاز الدكتور متقطع. اه. بنعمل كمان ايه بالجهاز التاني ده حوالي ساعة تانية. وبعد كده عندك بعد كده بنعمل فيه فيه نوع من انواع برضو التدليك الكهربائي. في اتجاه معين ده جهاز تالت. اللي اتجاه اللي احنا بنمشي اتجاه الاعلى. الاعلى او. عشان اللي قودة ده الانفاوي تسحب لي السائل ده. هو الاجهزة اللي حضرتك بتعدديها لي عشان احنا هنرجع لسه نكمل باستفادة عن الجزء الاخير من او الجهاز الاخير اللي حضرتك هتكلم عليه. الاجهزة دي كلها بتستخدم في جالسة واحدة ولا انا ممكن استخدم جهاز واحد. لا ده كل ده في جالسة واحدة عشان انت عايزة تتخلصي بكمية السائل اللي ينفاوي ده يعني ده على في اسرع وقت لانه ممكن يدخلني في المشاكل اللي انا قلت عليها. ممكن يعني في ناس انا شوفتهم كمان دخلوا في حاجة اسمها عارفة عارفة المربد اوبستي اللي هي السمن المفردة او المربد مميتة يعني لانه هو مش عارف يتحرك خصوصا لما بيبقى يعني مشكلة في رجلية. فاهميني? فكل ده لا ده كل الاجهزة اللي قتلك الدغط المتقطع ده بيبقى ساعة الجهاز التاني اللي هو ليه فريقونسي عالي. وبعد كده جهاز برضه نوع من انواع المساج بجهاز electric vibration بتردد برضه معين على جزء جزء في الرجل حد ما نوصل مثلا لمنطقة العقد اللي انفاوية او لمنطقة القبض من اول ما بده بدأ هنا. وبنعمل تدليق بشكل معين يدوي وبنعمل برضه نوع من انواع جهاز تاني برضه بيعمل نوع من انواع التحريك للسائل اللي في الاتجاه برضه كل اعلى في اتجاه القائد اللي انفاوية كل حاجة من دي من 30 دقيقية لحد نص ساعة الجلسة طويل معين حوالي 3 او 4 ساعات. جلسة طويلة. تكلميني بقى عن عدد الجلسات اللي بيحتاجها المريض. طبعا اكيد هكون فرقة بين حالة الحالة. تمام طبعا طبعا. بصي هو الكورسي مبدئيا انا دايما بحب بعمل يعني اول حاجة بيبقى تناشر جلسة. دولة طبعا الجلسة اصلا مكستفة زي ما قلنا من 3 او 4 ساعات على حسب للحالة. هنختار معي الاجهزة هتبقى مدتها قد ايه. دي اول حاجة بعملها. الحاجة التانية برضه بعمل تنبيه كهربائي دا بيساعدني في تنشيط العضلات. من ضمن الحاجات اللي في العلاج بعمل تنبيه كهربائي دا بيساعدني في تنشيط العضلات وفي تحريك. السائل المفاوي. السائل المفاوي تنشيط الدورة دوانية نسحب السائل المفاوي دا الاعلى بسرعة. اه. ثمان الاتجاه اللي بنشتغل به مهم مدت الجلسة بيبقى 12 جلسة ينفعوا يوميا او يوم بعد يوم على حسب الحالة بناخد الكرار. دا الكورسي الاولين يعني اخلص في اسبوعين كل القصة. طبعا في ناس بنحتاج تكرار الكورسي يعني زي مثلا حالة مثلا اللي هو انا نزلت لها اربعين سانتسي دي. عكيد مش في اتناشر جلسة. دولة لا دولة الاولين دولة كانوا في اتناشر جلسة بعد كده احتاجنا اتناشر تنين. اه اه على حسب ايه لو الحالة جاية بدرية ولا متأخر كل طبعا ما بتبقي بدأ تصير العلاج بدري كل ما بتبقي جايبة نتائج افضل. طيب احنا قلنا التورم اللي مفاوي مين اللي يقدر يجخص لي يعني دلوقتي انا مريضة ما عنديش وعي بس لقيت رجلي ورمت. اه مش مركزة بقى كان عندي جرح كان عندي مش عارف ايه او ايدي ورمت انا ما عنديش المعلومات دي. اه تنصحي المريض اللي هو لقى فيه ورم او فيه انتفاخ في ايده بايه. في ناس ده ما قلت لحضرتك من شوية بقولوا ايه ده انا عندي املاح زيادة شوية فرجلي ورمت اصلا قعدت منزلها رجلي فرجلي بتورم. لا طبعا بس احنا طبعا انصحوا انه هو اه يعمل الجلسات في اسرع ورد. انصحوا طبعا انه هو لو الموضوع فيه فيه كرح وبدأ يدخل في السخنية وكده هنتابع مع دكتور اوعية دموية. عشان موضوعات الحيوية اللازمة. بالزبط كده. اه وبعدين يعني اه نبدأ العلاج في اقرب وقت لان كل ما انت اتلاحقت الموضوع بدري كل ما خلصت من المشكلة دي ومن الصداع والمشاكل. انا زي ما قتلك الموضوع ممكن يوصل يعني انه التسمم ده يوصل للدم يعني ممكن الرعيان ده يدخل رعاية مركزة ويفقد حياته كلها. فالتورم الانفاوي او التهاب الاوعية اللينفاوية ده مش مشكلة بسيطة. دي مشكلة يعني من المشاكل اللي ممكن دخليه في مشاكل كبيرة. ممكن ضغط على الاوعية اللينفاوية دي يضغط على الاوعية الدموية الرئيسية ممكن. نوصل لسامح الله للباتر. اه. اه. فممكن زي ما قلتلك يعني ايه? ممكن يخليه عندنا اعاقة. ممكن يدخلنا اعاقة في الحركة. اه. طبعا من الحاجات اللي بحب انصح بيها الناس طبعا. الناس اللي عندهم تورم الانفاوي او تورم في الاوعية اللينفاوية. انا انا اقرب من حاجة سخنة خالص. اه. يفضل رفع الساق او الايد اللي بيبقى فيها تورم. اه. يفضل بعد ما بنخلص الجلسة كمان نربط برباط ضغط. طب معلش سؤال بخصوص رفع الساق او الايد. اه. لو هي في الايد تكون مرفوعة بمستوى الجسم ولا اه اعلى شوية. لا يعني بصي ما بقاش قاعدة ايدي كده كده لو فيه تورم الانفاوي من الصح. بساعد على نزول الساق ال اكثر. بالضبط كده. لا هتبقى اعلى يعني مثلا هتحط مخدات برضو الراجل هنحط ايام كرسي او مخدات وتترفع لفوق. عشان نمنع انه الساقل اللينفاوي ده احنا عاديينه دايما في اتجاه التصريف اللينفاوي دايما رفعينه الاعلى ده يستيعن. مع الروباط الضغط المتقطع يعني برضو ايه اه يعني بعد الجلسة انا بحب دايما نقوم رابطين روباط ضغط لحد مكان الايه الاوقد اللينفاوي سوا في اليد افراج. عشان اكبر الساقل انه يرجع تاني. انه يرجع تاني احافظ على الجلسة اللي انا عملتها ده بيبقى افضل كتير. طيب السؤال برضو اللي انا عايزة اسأله. المريض يروح في البداية لمين? لدكتور اوعية ولا لعلاق طبيعي بحيث ان يسأل يعني حرك اللي بتوجهيه احنا هنقول مفيش تقارحات. فبالتالي مش هروح مش محتاج ان انا روح لدكتور اوعية دموية. بصي هو لو مش يعني هو المفروض ازا الموضوع فاوله خالص بيبقى بيتابع يعني ايه مع دكتور اوعية دموية والدكتور بيحوله. او لو الموضوع خلاص هو عارف ان هو عنده تورم لنفاوي لا بيجي خلاص علينا على طول يعني هو خلاص لو هو عارف انه فيه مشكلة في الاوعية اللنفاوية عنده خلاص وفيه تورم لنفاوي خلاص بيجي يبدأ الجلسات على طول ان شاء الله. وبناء على الحالة حضرتك بتحددي هو محتاج كم جلسة؟ بنعمل بقتلق التقييم وبنشوف الدنيا ايه. وزاعة انا على فكرة انا كمان بيجري عيان فبنعمل كونسلتيشن يعني احنا اللي بنحول للدكتور لو هو محتاج تحويل لدكتور تخصص اخر زي مثلا الاوعية الدمائية في الحالات دي احنا اللي بنحوله. انا ما بعانيتش اقول لا ده انت علاجك عندي. لا 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 احنا 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 كلها تي مورك هم ساعات يعني يعني مثلا يعني يعني في جي حالات من الحالات اللي جاتلي جاتة يعني على طول في حالات اصلا متحولة من الدكتور الاوعية دمائية وفيه حالات انا ونمشي بررر لبعض يعني احنا مش ماشيين في العلاج خطوة بخطوة مع بعض احسنا شغلنا مش متعارض مع بعض مكملين لبعض بالظبط احنا شغلنا مش متعارض خالص مش مثلا العلاج اجنسة العلاجة ده بالعكس ده هو محتاج انه يساعد الحالة بالعلاجه ده بالعلاجه الطبيعي تمام وانا اذا فيه التهاب خلوي او التهاب في المكان او سخنية في المكان مهو لازم نمشي على العلاج دوائي فلاازم يشوفه دكتور او عادة ما هو ايه فاحنا دايما احنا بنمشي كثير مور يعني مفيش تعارض بين العلاج الطبيب بالذات لانه الكمبليكيشن بتاعته قليلة يعني ملهوش اضرار خصوصا لما تكوني بقى ماشية مع حد متخصص مش يعني 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 الحمدلله انا ماجستير والدكتوراه لك طبيعي وبشتغل في الاصر الليني فالحمدلله لما تبقي مع حد متخصص فمفيش مجال ان ننسي غير ان يكون حد واخدها كورس مثلا انا درس شوية او مش متخصص قوي فمبقاش فيه مجال الحمدلله للخطأ في العلاج او كده يعني فاهمني غير بقى مثلا فاحنا شغلنا مش بيتعارض مكملين لبعض النقطة دي انا فهمها بس انا حبيت اوضحها للمشاهد انك انت حتى لو انت اتجهت في البداية على الدكتور العلاج الطبيعي وانت كان بداية علاجك مش عنده اكيد هيوجهك للدكتور المتخصص وهكذا العكس وهكذا طبعا العكس دكتور رانيا فيه فيه مفاجأة احنا عايزين نتكلم عنها طبعا حديك هتشرفيني الحلقة الجاية ان شاء الله دكتور رانيا كان فيه تكريم لحضرتك من دكتور ماجدي يعوب ده كان بخصوص ايه؟ الحمد لله يعني نجحي في علاق حلاته عشان كامل بقى دي دي هنخليه مفاجأة للحلقة الجاية هنتكلم مع المشاهدين الحلقة الجاية عن ايه؟ عن جلطات المخ والشلال الناس حلو عشان لو فيه اي تساؤلات حابين تواجهوها لدكتور رانيا السيد عبدالعليم ابعته لنا على الصفحة او اتصلوا بينا الحلقة الجاية يوم الثلاثة الجاية ستاعة 12 دكتور رانيا هتكون موجودة معنا وتجاوب على كل تساؤلاتكم وهنقول لكم على المفاجأات داعتها دكتور رانيا السيد عبدالعليم دكتوراء استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاف القاصر لعيني شكرا لك نورتيني وبجد انا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك وبالمعلومات اللي اديتها شكرا لك دكتور رانيا